حجبانك اختيخاوين وشفارك تنشفلك بالماسكارا وخفاف بزاف يعني الشفران ديالك مكاينين شقاح اليوم غنعطيك الوصفة اللي غدتكتفلك الحواجب ديالك وغتتقوي لك الرموش ديالك او للشفار ديالك هاد الوصفة مو اعتمدة عندي وصفة اللي غنعطيك واحد الفوليم غنعطيك واحد الكتافة وغتتقوي لك الحجبان ديالك هاد الوصفة هادي شوفي يعني صوري الوجه ديالك الحجبان ديالك والشفار ديالك قريب ديقربي وصوري وصوريهم من بعد ما غدتدي هاد الوصفة بواحد عشرين يوم تل شهر واردع لي الخبار كل لي النتيجة كيف اشجاتك وصفة من اروع الوصفات اللي كدعطيه واحد النتيجة واحد الفوليم زوين بزاف للحجبان وللشفار ما غتبقيش تديري الماسكارة نهائيا وهادي عم التجربة ديالي من بعد ما ادلت هاد الوصفة هادي محتامتها ما بقيش كنت تعمل نهائيا الماسكارة عرفتو شفار سبارك الله سيولي ومخبرين البنات غير ديرو هاد الوصفة هادي وتفكروني مهم هادي ندوزو داب تشوفوا معايا الوصفة طريقة ديال تحضير ديالك تبعو معايا الوصفة خطوة بخطوة بس نسوريش موحد لايك الفيديو وغنعطيكم جوج ديال الوصفات وصفة هي هادي اللي غتشوفوا معايا اللولة ديال الشفار والتانية ديال الحجبان عنده على بركتي الله ستأخذوا سكين جبير البنات قريب سكين جبير خضر كيف ما كتشوفوا معايا ستأخذ اختي واحد القطعة اللي غتكشريها وغالي تحكيها في حكاك تكون رقيقة غنعطوا غير ديالك كيف ما غتشوفوا معايا هنا في الفيديو طريقة سهلة ولا بغيتوشي وصفة البنات مرحبا حبطوا التعليقات اسفل الفيديو خليوا لي الوصفة اللي بغيتو ان شاء الله نشارك معاكم قاع الوصفات كيف ما كتشوفوا معايا غادي من بعد ما نحكي هاد القطعة ديال سكين جبير غادي ندوزوا باش غادي نصفيوها وغناخدو الماء ديالها هاد الوصفة البنات زوينة البنات اللي كيدروا المسكرة وكيدنصفوا لهم شفار ديالهم سيطيحوا ليهم بزاف او للي ما عنده شفار شفارها يعني خفاف بزاف هاد الوصفة غا تطول لك شفار ديالك او لرموش ديالك يعني كيدضاعف الحجم ديالهم شفار تبارك الله تيوليو عبسوك يوليو مخبلين صراحة الوصفة هادي اللي غا تشوفوا معايا اليوم هي الوصفة اللي انا صراحة تنديرها بزاف وش حال مدرتها لان الشفار ديالي يتبار كلها ولو زوينين بزاف مهم من بعد ما اخذينا داك الماء ديال سكنجبير اتاخدو الزيت ديال اللوز سوف ناخدو هنا واحد المعلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو كيفما كتشوفوا معايا الوصفة ساهلة وبسيطة من بعد ما اخذينا هاد زيت ديال اللوز ضفناها على هادك المكون الاول سوف ناخدو هاد الجيل ديال السبار او الجيل للويفيرا سوف ناخدو معلقة كذلك صغيرة ونضيفوها على المكونات الاخرى هاد الجيل ديال للويفيرا البناز رك يتباع في البارا فرماسي وراه ماشي غالي رها تعمل ديال وراه مناسب سوف نخلطو مزيان هاد المكونات وغندو زودابات شوفوا معايا طريقة استعمال ديال هاد الوصفة هاد الوصفة ديال الروموش البنات هاد الوصفة ديال الروموش ممكن بدير وسل الحواجب ولكن انا عانعطيكم وصفة ديال الحواجب الوصفة التانية اللي كانت استعمل واللي زوينة بزاف لذهب ماسكارا يبسل لوها او للي كي تباعوا غير هكا كي تباعو وغدديروها في هاد الوصفة ولكن غدت مزحوا ديال المكونات شيتا ومرة في العشية وزوينا بزاق وخليوا هذيك الوصفة حتفضوا بها في التلاجة رح تتبقى يعني واحد خمس ايام هكا في التلاجة ولكن ما تكتروش من ذيك الوصفة ما تكتروش بها لشفار ديالكم الوصفة التانية غن ناخدو القرنفل والعظومة ديال التمر او لنواة التمر انا هنا رقمت محضرهم من قبل لذلك غن نوريكم غير هكا غن تاخدو نواة ديال التمر غن تغسلوهم مزيان تخلي متين نشوفو وغادي تديروهم في المقلة حتى يتحرقوهم مزيان وغادي اتطحنوهم وكذلك حتى القرنفل غن تسهدوه في المقلة وغادي اتطحنوهم بجوج بيوم حتى يوليو على شكل بودرة ومن بعد غادي اندوزوه لطريقة ديال التحضير ديالهم بالنسبة الوصفة اللولى اللي شاركت معاكم ديال الشفار بالنسبة يعني الطريقة ديالها كيف ما قلت لكم يعني ما تخليوش ديك الشيطة دي الماسكارا عامرة بزاف ما تخليوش فازقة بزاف يعني نسحوها واحد شوية باش ملي تديرو ديك الوصفة الروموش ديالكم ما يسيحش ديكم دا كل ما بزاف يدخل ديكم العينين ديالكم هاتش اللي بغيت نقول لكم البنات يعني غير تخليوها فازقة غير شوية هكا الجهد اللي غا يطلع عليكم الروموش ديالكم صافي وغاديروها مرة في الصباح ومرة في العشية وتبعو عليها رازوينة بزاف الوصفة الثانية هي هادي غن ناخدوا هذك التمر او لنواة ديال التمر عفوا نواة ديال التمر والقرنفة اللي طحناهم حتكيو اللي بحل فحم عاد تنطحنوهم وكنزيدو عليهم زيت الخرواع ملعقة كبيرة دي زيت الخرواع وكنزيدو عليهم الفازلين يكون نوعية جيدة يعني تاخدوهم الباراق غادي نزيدو واحد المعلقة صغيرة هكا دي الفازلين انا له الوصفة ارى عندي عندي كنستعملها مرة 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 مهم هيا بقى عندي هادي ديال الحجبان ولكن شحال ما استعملتها مهم قليل في كنستعملها حاليا انا غنوريها لكم الابنات لانا كتعطوها النتيجة اللي زوينا لهبا الحجبان ديالي ما شاء الله يعني ولوا عامرين والشفار ديالي كذلك وصفة زوينا وبزاف وغتجربوها سنتومة وغتشوفوها النتيجة اللي روعة كنخلطو المكونات مزيان وبنسبة بالنسبة الهاد هاد الوصفة هادي كتنا كتشوفو معايا هايا هي هادي اللي انا محضرها من قبل اللي كليكم كنتستعمل هايا هي هادي ممكن تخبضوك المكونات جوج تديرو معام غير الزيت ديال الخرواع فقط ممكن تزيدو الفازلين يعني اللي بغيتو إلا ما عندكم ش ديرو غير زيت الخرواع على وصفة زوينا بزاف وصفو غتديروها للحجبان ديالكم تديروها غير مرة في اليوم فقط مرة في اليوم كافية ديريها وخليها غتي ديريها مع الصباح تكوني كتشقاي في الدار ولا وقت اللي تكوني مسالي وغير في الدار ديريها وخليها على الحواجب ديالك رزوينا كتعطيهم يعني واحد الكتافة وكتعمر الحجبان في عمارو تلك انو عندك الحجبان ديالك مهم كتي صايبتي ومرشي حاجة مقوش بغاوي نوتو يعني مقوش بغاوي نبتو غتديري هاد بحالة نتفو غتديري هاد الوصفة زوينا غتعاود تنبتلك الحجبان ديالك وغادي اوليو قويين هادي الوصفة كيف مشتو معايا وصفة زوينا بزاف ونتمنى انكم تجربوها ومتنسوش تخليولي رأي ديالكم في التعليقات هادي الوصفة كيف ممكن تشوفوه معايا صلو اللي يا فراصكم وفأمني الله